عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة وتقييم أداء الجهود المبدولة في برنامج رد الأعباء التصدرية وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الانتهاء من ميكانة صندوق تنمية الصادرات وكشفت وزيرة التجارة والصناع عن أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن هذه المسألة وأتم البدء بالفعل في إجراءات الميكانة وفي ختام الاجتماع كلف مدبولي بإعداد ثور شامل وتقييم واضح لقياس تأثير برنامج رد الأعباء التصدرية كذلك رزد المستحقات للمصدرين وإعداد خطة لسدادها وكيفية زيادة وتنمية موارد صندوق تنمية الصادرات فضلا عن سياغة تصور شامل بشأن البرنامج خلال الفترة المقبلة